السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوما مع أطيب الكلام هو كلام الله رب العالمين ومع نزول السور القرآنية على قلب المرسول للإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم عندنا لقاء مع سورة مباركة وهي سورة المزمل التي تؤصل لقيام الليل قيام الليل وما أدراك ما قيام الليل في الحساس السابقة تعرفنا على نزول القرآن بالترتيب أول سورة نزلت هي سورة العلق وفيها الدعوة إلى القراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق ثاني سورة هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون فيها دعوة للتدوين تدوين العلم والاهتمام بالمناهج العلمية ثم ثالث سورة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر لما كان نائما بالنهار فقال له ربنا عز وجل يا أيها المدثر قم قم فأندر واليوم مع سورة المزمل التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم بالليل ماذا قال فيها ربنا جل علاه قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخده وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إلى آخر الآيات في هذه السورة المباركة فربنا حينما اعترى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي واعتراه الانزعاج لما رأى سيدنا جبريل عليه السلام ذهب بالليل وقال زملوني زملوني المزمل هو المتغطي بثيابه ويكون النوم بالليل لأن المدثر كان ينام في وقت الضحى والشمس ساطعة فقال له يا أيها المدثر أما المزمل فهو بالليل قال له قم مرتين ربنا يكرر القيام يا أيها المدثر قم فأندر يا أيها المزمل قم قم الليل إلا قليلا هذا أمر إلهي من الله تعالى لنبيه فلما قال له ربنا عز وجل لكم ظل قائما بعدها إلى أن انتحق بالرفيق الأعلى منذ أن أنزل الله تعالى على قلب نبيه كلمة قم قام بأعباء الدعوة وقام بنشر الإسلام وتهيأ لهذا الأمر وبذلك بقي على هذا الحال إلى أن جاءه الرفيق الأعلى انتقل إلى الرفيق الأعلى فالمعنى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال له يا محمد لقد مضى وقت النوم ومضى وقت الرحة عليك أن تستعد لهذا النداء السماوي ليس هناك بعد اليوم رحة فكلما كانت أمنا خديجة رضي الله عنها تطمئنه لكي ينام ويستريح كان صلى الله عليه وسلم يقول يا خديجة مضى عهد النوم مضى عهد النوم بماذا أمره الله تعالى أمره بأشرف العبادات وهو قيام الليل أعظم وسيلة لماذا ربنا عز وجل أراد من نبيه أن يقوب بأعباء الدعوة ليقود البشرية فما قيمة قيام الليل قيام الليل إنه الشحن النفسي والشحن العاطفي والشأن الروحي من أراد أن يقوم بالمهمات الكبرى عليه أن يستعمل الوسائل وسائل الإعداد الإلهي المضمونة ومن أهم الوسائل هو قيام الليل جربوها أيها الأحبة الكرام حينما تقوم الليل تختفي عنك كل الأمراض النفسية يا من يعانون من الوسواس القهري يا من يعانون من الاكتئاب يا من يعانون من القلق يا من يعانون من الخوف والرهاب الاجتماعي يا من يعانون من الأمراض النفسية والروحية علاجكم بسيط وهو أنكم تقومون الليل صلوا ركعتين بالليل والناس نيام سترون العجب وأيضا يا من يقومون بتحمل المسؤوليات الكبيرة وزراء وسفراء وعمداء وبرلمانيون ورجال سلطة ورجال أمن وأصحاب الهمم العالية أنتم أولى الناس بهذه العبادة قيام الليل لماذا؟ لأنكم تتحملون مسؤوليات كبيرة ومناطبكم مهام جسيمة وتحتاجون إلى الإعداد طبعا هناك الإعداد العلمي والإعداد الفكري والإعداد الإداري ولكن يلزمكم إعداد نفسي وإعداد قلبي وإعداد روحي وهذا دواؤه لا يباع في الصيداليات ولا يمنح عند أي طبيب أو معالج عليك أن تقتنيه مباشرة بينك وبين ربك هو قيام الليل فالله تعالى أراد أن يربي نبيه ويعده فقال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا سيمتتل النبي الكريم أمر الله بقيام الليل وكان هذا الأمر في الأول واجبا عليه وحده واجب عليه ليس على الأمة فقط على النبي هناك أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها هي للأمة فقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا المقام المحمود هو أعلى مقام في الجنة أعلى مقام فسيدنا النبي طلب من ربه أن يعطيه المقام المحمود قال إذا أردت ذلك فعليك بالوسيلة قال أي وسيلة يا رب قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فالأمر بقيام الليل خاص بالنبي الكريم وحده واجب عليه وحده لكن فيما بعد الله تعالى سيأمر المؤمنين أتباع هذا النبي العظيم لكي ينهضوا بأعباء الدعوة الإسلامية ولكي يقوموا بالواجبات المنطبهم ولكي يساهموا بقوة لكي يتكون جيل قرآني فريد جيل فيه الشجاعة فيه القوة فيه التبات ويحظى بالطمأنين والسكينة وعنده مقام عالي عند رب العالمين ماذا عليك أن تفعل أنهم ينهضوا إلى القيام لله رب العالمين لذا قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ربنا يمدح أهل الله بماذا تعرف أهل الله؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع والناس نيام يغضون في نوم عميق في جوف الليل هم يقومون ويتوضأون ويقفون بين رب العالمين ويصلون الركعات والركعات حتى يصيبهم العياء والتعب ولا يرجعون إلى فرشهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا من عذابه وطمعا في رحمته ومما رزقناهم ينفقون الله تعالى قدر ذلك فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا هذا رحمة الله لم يأمرنا بقيام الليل كله أبدا وإنما قال نصفه أو انقص منه قليلا بأن يكون هناك التلت فقط التلت أو زد عليه أي زياد على النصف بأن يكون التلتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يقوم كل ليلة إما التلت وهو أقل شيء وإما زياد عن النصف وهو التلتين فكان ينام تلت الليل ويقوم تلتين وهذا الأمر لم يكن خاصا بالنبي الكريم وحده صلى الله عليه وسلم بل الكثير من الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه في موكب النور وموكب الإيمان كانوا يقومون الليل ومن أبرزهم سيدنا داود عليه السلام كان بالنهار يصوم وبالليل يقوم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بعد أن تصلي قيام الليل رتل القرآن أو إذا كنت تصلي بالمفصل في صلاتك اقرأ بصور ورتل القرآن ترتيلا لماذا رتله؟ يعني زين صوتك بالقرآن ليحصل لك التدبر والتفكر لأن المقصود من تلوة القرآن ليس هو الجرس الموسيقي ولا البنية الإقاعية ولا تلك المقامات الصوتية وإنما المقصود أن يحصل التدبر والتفكر وتتحرك به القلوب تتحرك به النفوس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم وقال وليس منا من لم يتغن بالقرآن وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفننون في قراءة القرآن ويرتلونه ترتيل من بينهم سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول لا تنتروه نثر الرمل ولا تهذوه هد الشعري قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة هذا معنى وردت للقرآن ترتيل إنا سنلقي عليك قولا تقيل يا محمد سوف نوحي إليك هذا القرآن وهو تقيل مسؤوليته تقيل أي نعم القرآن ميسر للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لكن المسؤولية لهذا القرآن عظيم تقيل في ميزان الحق والعدل تقيل أثره في القلوب والنفوس إنه جاء ليغير النفوس والقلوب ويغير المجتمعات ويغير تاريخ البشرية هذا القرآن تقيل في مهمه قال عنه ربنا عز وجل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فنزل على قلب النبي الكريم وكان أثبث من الجابل يروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال مرة كنت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الوحي وكان فخدي على فخده فكادت ترد فخدي كادت تنفجر لما نزل الوحي على قلب النبي الكريم كان هناك قوة عظيمة جسيمة حلت بجسمه ولما سئل النبي الكريم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فآعي ما يقول هذا معنى قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا تقيلا أمنا عائشة قالت رأيت النبي الكريم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا الحر الشديد يخرج من النبي الكريم مع أن الليلة هي باردة بعدها ذكر الله تعالى الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ما هي الحكمة قال إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة هي أجهد للبدن البدن يتعب لما يقوم الليل أشد وطعا البدن يشعر بالتعب ويشعر بالجهد ولكنها أقوى مقيلة أي أثبت في الخير رغم التعب الذي يشعر به الإنسان ووقاء يصلي بين ربه لكن لو نظر إلى ماذا سوف يستفيد من أنوار وإشراقات ربانية وما سيستفيد من عطاءات وإمدادات إلهية لفرح وصر بذلك أشد وطعا وأقوى مقيلة أي هي أجهد للبدن لكنها أثبت في الخير الذكر فيه حلاوته والصلاة بين يد الله فيها خشعها والمناجات بين يد الرحمن فيها شفافيتها والله تعالى خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره ويعلم ما يتسرب إليه ويعلم أي الأوقات يكون فيها القلب أكثر تفتحا واستعدادا وتهيئا ليستقبل الأنوار الإلهية الوقت العظيم هو الليل من أراد أيها الأحب الكرام أن يزداد إيمانه الناس الذين يشتكون من الأمراض النفسية الناس الذين يشتكون من الخوف والهلع الناس الذين يبحثون عن ملجأ يلجأون إليه عليكم فقط 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 وأسطر على فقط بسطرين أحمرين عليكم فقط بقيام الليل قم الليل وستر العجب الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بمقامه فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من صاحب حاجة فأقضيها له يظل ربنا عز وجل طيلة الليل ينادي من يريد شيئا سأعطيه الناس الذين يشكون الأمراض والأسقام الدواء عند الله جل علاه الناس الذين يشكون الفقر والاحتياج الرزق والمال عند الله جل علاه الناس الذين يعانون من الظلم ومن التهميش العزة والقوة عند الله جل علاه قم الليلة وستر العجب كل حوائجك مقضية والله هذا مجرب والله 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 مجرب يا ما وجهتنا في الحياة صعوبات وتقول كيف أفعل وإلى من ألجأ فتصلي رقيعات في جوف الليل وما إن تشرق الشمس يوم جديد حتى تجد أن كل حاجتك مقضية سبحان الله لك الحمد يا رب العالمين ثم قال الله تعالى بعد ذلك إن لك في النهار سبحا طويلة أي العبادة لا تكون فقط في الليل بل في النهار أيضا في النهار العبد يكثر من التسبيح لماذا؟ لأنه منشغل عنده مشاغل كثيرة عنده أعمال وعنده مسؤوليات وعنده دراسة وأولاد وزوجة وبيت لا يستطيع أن يظل النهار كل في العبادة لأن الله خلقنا أصلا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن الله لا يريد أن يشق علينا فهناك قيام الليل وبالنهار نملأ أوقاتنا بالتسبيح من أراد العزة من أراد الغنى من أراد السؤدد من أراد المجد سهل جدا لا تحتاج إلى ماجستير أو دكتوراه لا تحتاج أن تكون خريج السوربون أو شيكاغو لا تحتاج إلى كل ذلك تحتاج فقط أن تكون مسبحا لله تعالى وسترى العلم النوراني والمعارف وترى الخيرات وترى الرزق وترى البركة وحيثما وضعت يدك تجد نفسك بأنك من الرابحين وأي مباب طرقته يفتح بأمر الله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلة سبح الله تعالى وأكثر في النهار واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلة أي أيها المؤمن عليك أن تكثر من ذكر الله اذكر ربك في كل وقت وحين كل ما رأيته في الوجود هو من صنع وخلق رب الوجود إذا رأيت الشجرة قل هذا من خلق الله إذا رأيت حيوان داج أو مفترس أو كيفما كان قل هذا من عطاء الله إذا وضع بين يديك طعام قبل أن تأكل سمي وقل هذا من فضل الله إذا رأيت أي شيء قل هذا من صنع الله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلة أي انقطع إلى الله انقطاعا تأمن عليك أن تنفصل عن الدنيا بقلبك لما تكون في العبادة وتكون في الذكر لا تكون منشغلا بعض الناس يصلون وعقلهم يفكر في المال ويفكر في الأشغال ويفكر في الأعمال أو يسبح يحمل سبحة ويسبح سبحان الله والحمد لله ولكنه مشغول بأشياء أخرى لا بد أن يقع لك انفصال قلبك عن الدنيا أثناء العبادة وعليك الاستغناء التام عن جميع الخلق ولا تطلب حاجتك إلا من الله وحده وتبتل إليه تبتيلة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة الله تعالى لماذا قال رب المشرق والمغرب لأن لا مشرق ولا مغرب له إله سوى الله فهو رب كل شيء الله خالقه ومدبره ليس هناك إلا الله اتجه إلى أي اتجاه ليس هناك في أي اتجاه لن تجد سوى الله ربنا يهيمن على المشرق والمغرب أي يهيمن على الكون كله والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه لا إله إلا هو أي لا معبودة إلا الله ولا يستحق المحبة والتعظيم والإجلال والتكريم سوى الله عظم الله تعالى في قلبك يعظمك الخلق من أراد يشكك يقول أنا ربما ما عندي قيمة بين الناس أنا هين عند الناس إذا أردت أن يعظمك الناس ويجلونك عظم الله عظم الله وسترى بأن الله تعالى يضفي عليك إشراقات من الإجلال والتكريم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي وكيلك هو الله تعالى هو حافظك هو مدبر أمورك لا تبحث عن وكيل آخر وكيل مبيعات ووكيل أسفار ووكيل ضمانات أي نعم هذه إجراءات دنيوية ولكن دوما الوكيل الحقيقي الذي تعتمد عليه هو الله لا إله إلا هو هو الحافظ هو المدبر لكل الأمور لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا أي وأنت في حياتك هذه ستواجه صعوبات كبيرة من طرف بعض الجهات هناك أناس يصيبهم الغيض والحنق من مسارك أنت تسير لا تظن بأن حياتك ستكون كلها مفروشة بالورود سيكونه عندك هناك منافسين وقد يكون هناك عندك أعداء وقد يكون عندك هناك خصوم وقد يقولون فيك كلاما ربما لا يعجبك أو ربما يغيضك ويحنقك ماذا تفعل معهم؟ هل تواجههم؟ هل تدخل معهم في عراق؟ لا قال ربنا عز وجل واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا لا عتابة ولا سرع معهم دائما المؤمن من صفاته أنه صبور وأنه كلما وجد وحد الجمع لفيه اللغط وفيه القيل والقال وفيه الطعن في الأعراض هو لا يدخل معهم في الكلام وإنما يهجر ذلك الجمع ويغلق عليه بابه واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا فربنا عز وجل أراد من رسوله المصطفى صدى الله عليه وسلم وهو الآن يكلفه بمهمة عظمة أعظم مهمة في الوجود مهمة الدعوة إلى الله مهمة بناء المجتمع المسلم مهمة تربية الأفراد ويقود حركة الدعوة وحركة الإسلام وحركة المجتمع وبناء الحضارات أمره بماذا؟ بأن يكون عنده الصبر وأن يتوجه إلى القيام بالليل ويلازم الذكر وبذلك سيكون قادرا على النجاح في مهمته بعد ذلك ربنا عز وجل يقول وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما داغصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلناك إليهم رسولا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هذه تذكرة ربنا يذكرنا فيقول يا محمد وذرني والمكذبين أولي النعمة أي أترك هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين يكذبون بالحق وهو ساطع الحق واضح الحقيقة شعشع في كل مكان لكن هؤلاء يجادلون وينفون الإيمان وينفون الاعتقاد ودائما يحاربون أصحاب الهمم والقيم وسمهم الله تعالى أولي النعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة أي الذين ربنا أنعم عليهم أعطاهم المال وأعطاهم السلطة وأعطاهم الخير وأعطاهم البركة أعطاهم نعم عوض أن يشكروا المنعم على ما أسدى إليهم من النعم إذا بهم يرقبهم الغرور والكبرياء ويطغون ويسيئون ولا يحسنون كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى هؤلاء الذين دوما يطعنون في الدين وفي أهل الدين ويحاربون الدين هؤلاء في الغالب هو مرتاح لأن ربك عز وجل أعطاه المال وأعطاه الكرسي وأعطاه المدد عوض أن يشكر يستعمل هذه القوة في محاربة الدين وأهله يتوعدهم المولى عز وجل بعقاب أليم في الدار الآخرة يتوعدهم بعذاب شديد فيقول إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما داغصة وعذابا أليما يعني هؤلاء يتنعمون بالطعام والشراب وأصناف من الخيرات أتدرون ماذا ينتظركم عند الله ستزول تلك النعمة ويزول ذلك المال وتزول تلك السلطة وتزول تلك الرفاهية إن لدينا أنكالا وجحيما التنكيل يعني الضرب والقيود والجحيم جحيم نار حامية وطعاما داغصة طعامكم في النار فيه مرارة وفيه بشاعة وفيه كراها وريحه خبيت منتن وطعاما ذاغصة وعذابا أليما عذابا موجعا مفضعا يا أولي النعمة يا من تكذبون بالدين يا من تقرؤون شيئا من الفلسفة والفكر وتظنون أنكم أصبحتم تملكون الحقيقة والحقيقة هي في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه المطهرة ثم يواصل ربنا عز وجل يخوف هؤلاء فيقول يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا هذا الأمر هو يذكرنا بالأهوال العظيمة التي تنتظر العباد ستنتظرنا البعث والنشور نحن عشنا وإياكم زلزال الحوز عشناه ورأينا الرعب والخوف والوجل في منطقة صغيرة من بلد صغير المغرب بلد صغير في شمال إفريقيا والحوز منطقة صغيرة في وسط المغرب ورأينا الخوف والهلع فما ظنك بأن يوم القيامة الأرض كلها كلها الأرض سوف ترتجف ليس منطقة الحوز ولا منطقة كذا أو كذا كل الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها يوم ترجف الأرض والجبال الجبال الراسيات هذه الصم والصلاب كلها ستصير كثيبا مهيلا أي ستصير هذه الجبال مثل الرمل المنهار المنتثر ستصير كالهباء المنطور ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لاحظوا معي أيها الأحبة الكرام أسلوب القرآن العظيم وهو يأمرنا بأمر وبين الفين والأخرى يفتح لنا كأنها شاشة يفتح لنا مشاهد مخيفة من أهوال يوم القيامة لكي نخف لأن الناس هناك من لا يرجف منه إلا الخوف تخوفه لكي يستقيم ولكن مرة ثانية ربنا عز وجل يفتح شاشة أخرى للخير لما يتحدث عن الجنة ويتحدث عن نعيمها ويتحدث ما أعده لعباد الصالحين من خيرات وبركات هذا أسلوب القرآن العظيم يتحدث عن الأمر ويتحدث عن النهي ويتحدث عن القضية ثم إذا به يرفعنا ويسافر بأفكارنا وأروحنا إلى البعث والنشور لنرى مشاهد من يوم القيامة إما تخيفك وإما تحمسك للعمل الصالح بعدها قال الله تعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولًا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا السياق القرآني بعد أن ذكر المشهد المهول والمفزع للمكذبين أو للنعمة ذكرنا الله تعالى بنموذج كان أكثر منهم فرعون الجبار الذي أخذه الله العزيز القهار كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أيها الناس ربكم أرسل إليكم رسولا شاهدا عليكم هو سيدنا محمد أرسله إلينا علينا أن نتقبله وعلينا أن نفخر بأنه منا وعلينا أن نتمسك بسنته المطهرة فمن رفض سيكون كما وقع لفرعون مع رسوله موسى عليه السلام كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فرعون أرسل الله إليه موسى عليه السلام وأعطاه البينات لكن عصى فرعون الرسول كذب وعصى فأخذناه أخذا وبيلا مصيره أن الله تعالى كتب عليه الدمار أهلكناه إهلاكا شديدا فكل من يتحدى أهل الدين يكون مصيرهم ما وقع على فرعون كان من المغرقين رغم أن فرعون كان أقوى البشر وأغنى البشر أنه قيل بأنه عاش ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة ولم يمرد قط ولم يحتج قط ولم يفزع قط فقال إن في دمي عروق إلهية ثم قال أنا لست بشر أنا إله وتفرعنا فرعون رغم أنه كان بشر ولما رفض الدين ورفض الهدى ورفض الإيمان وحارب أهل الدين وأهل الهدى والإيمان كان مصيره أن الله تعالى أهلكه وأغرقه ثم قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا أيها الناس لماذا لا تخضعون لله لماذا تكفرون بنعمة الله هل تذكرون أنه سيأتي يوم مهيل يوم عظيم الولدان يتحولون إلى الشيب يشيب الولدان هذه الفاجعة إذا قامت ترى كل مرضعة تذهل عما أرضعت وترى الناس سكرهم بسكرة يوم تضع كل مرضعة الناس كلهم يخفون ويتبدلون حتى الولدان يجعلهم الله الشيبة شعرهم وهم صغار يصير أبيضا من الهول وتدوب له الجمدات العظام فتنفطر به السماء وتنتطر به النجوم كان وعده مفعولا كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل دات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله الشديد ربنا يذكرنا بأهوال يوم القيامة ويقول في الختام كان وعده مفعولا أي لابد من الوقوع ما قلته لكم أيها الأحبة الكرام أنه حقيقي ولابد أن يقع كان وعده مفعولا واقعا لا خلاف فيه وهو ما شاء فعل وما أراد كان سبحانه وتعالى إلى أن قال في الختام إن هذه تذكرة هذه موعظة وعضها الله تعالى لعباده نبأنا بأحوال يوم القيامة وأهواله لكي نتقيه ربنا لا يريد مننا عذابا ولا يريد أن يعدب أحدا ولكن يريد مننا أننا نعبده ونستقيم على طريقته فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هذا الطريق الله تعالى من شاء الهداية فليسير في طريق الإيمان واليقين ومن رفض فالأمر إليه بعد ذلك سيختم ربنا بمقطع آخر فيقول في ختام السورة المزمل ويتحدث عن فريضة قيام الليل لقد فرض ربنا عز وجل على الأمة قيام الليل لكن الله تعالى اسمه الرحيم فخفف عن الأمة وأزال هذا الفرض لم يعد قيام الليل مفرودا وإنما سنت طوعا لهذا قال الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من تلتي الليل ونصفه وتلتيه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قردا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم هكذا يختم القرآن العظيم سورة المزمل بهذا المقطع لمسة التخفيف الله تعالى بعد أن أمرنا بقيام الليل وأمر نبيه بقيام نصفه أو ثلثه أو ثلثيه مع طائفة من المؤمنين لما امتتلوا أمر الله تعالى جاء التخفيف وجاءت هذه اللمسة تمسح عنهم التعب والمشقة بعدما أكدوا أنهم صادقين قال تعالى والله يقدر الليل والنهار يعني يعلموا أن الليل والنهار متعبين ويطينوا هذا ويقصروا من هذا فيطولوا الليل ويقصروا النهار حسب الأوقات والله يقدروا الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتابع عليكم لن تستطيعوا أن تقوموا الليل كله كان المفروض عند النخبة المسلم الأولى كانوا يقومون الليل وكانوا يسبحون بالنهار هكذا كانت العبادة الناس كانوا يقومون الليل تلته أو نصفه أو تلتيه وفي النهار التسبيح لك في النهار سبحا طويلة الله تعالى خفف على الأمة فقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن كان مفروضا نقرأ القرآن كثير ربنا رحمنا وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن على الأقل ولو ثلاث آيات ما تيسر عندك ثم ذكر ربنا أسباب تخفيف أسباب تخفيف هي قوله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله هذه الأمة هناك أصحاب الأعذار هناك الناس المرضى لا يستطيعون قيام الليل ولا يستطيعون أن يقفوا بين يدى رب العالمي لساعات طويلة وهناك المسافرون الذين يسافرون في الأرض يبتغون المكاسب ويبتغون التجارة والذين يبحثون عن رزقهم ويكدون ويبحثون عن لقمة العيش كل هؤلاء الله تعالى لا يحسبهم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله هناك جيوش مرابطة في التخوم وهي منشغلة بالليل والنهار تحرص تحرص الأمن هذه معفية من قيام الليل لأن هناك ثلاث أعين لا يمسها الله أبدا عين حارست في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله وعين بكت من خشية الله فهؤلاء الجنود المرابطون في التخوم الذين يحمون بيضة الأمة هؤلاء مشغولين بالغزو ومشغولين بالدفاع فهؤلاء معفيين أيضا وآخرون يقاتلون في سبيل فاقرأوا متى يستر منه اقرأوا متى يستر من القرآن في أول الأمر كما تقول أمنا عائشة حينما افترض الله تعالى قيام الليل على سيدنا النبي وعلى أصحابه استمر هذا الأمر حولا سنة بكاملها حتى انتفخت أقدامهم صارت أقدامهم منتفخة من شدة قيام الليل ثم بعد ذلك أنزل الله التخفيف على الأمة بأن يكون قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة أما النبي صلى الله عليه وسلم في حقه بقي فريضا سيد النبي لم يكن ينام دائما يقوم الليل ثم ختم الله تعالى هذه السورة بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة يعني أننا أمرنا بأن نبقى دائما في العمل الصالح وهذا برهان الإيمان بأن تكون مرتبطا بربك وتحصل الموساة للفقراء والمساكين وختم بقوله وما تقدم لأنفسكم من خير تجهدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرى كل ما يقوم به لإنسان المؤمن من أعمال هو في الحقيقة يدخر للدار الآخرة لأن العملة في الدنيا عملة المعاملة هي الدرهم أو الدولار أو الأورو أو الدينار لكن هذه العملة هي محدودة في الدنيا ستنتهيون في الدنيا لكن العملة التي تكون في الدار الآخرة ما هي هي الحسنات هي الأعمال الصالحة وما تقدم لأنفسكم من خير تجهدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرى واستغفر الله إن الله يختم الله هذه الصورة المباركة بالدعوة بالاقترب والاستغفار أن الإنسان قد لا يستطيع قيام الليل قد لا يستطيع أن يقرأ القرآن قد لا يستطيع أن يسبح الله قد لا يستطيع أن يفعل الخير قد لا يستطيع أن يسكي ويواسي الفقراء والمساكين ماذا علي أن يفعل على الأقل أمرنا بالترقيع ما هو الترقيع الترقيع هو الاستغفار أن العبد يدنب أناء الليل وأطراف النهار ويدنب ويهجر الإيمان ماذا عليك أن تفعل عليك أن تكثر من الاستغفار واستغفر الله إن الله غفر رحيم ومتى فعل العبد ذلك فإن الله يغفر لعباده المؤمنين نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ويرزقنا الإيمان واليقين إنه سميع قريب مجيب وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين والحمد لله رب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله